طب كابتن شطف مصر الكميونيتي أو المجتمع السوداني في مصر كنت يعني ملمس معاه عندك علاقة معاهم ولا أنا عيشت في مصر دي أقولك أنا دلاتي بقى لي 41 سنة عايش في مصر ربنا يزيدك طوبي 81 يا رب يا ربي خليك أنا عيشت في مجتمع شبيه جدا من المجتمع السوداني ما حستش بأي مشكلة في حياتي الحنان التكافل الطيبة البساطة الحب يعني الناس هي يعني الناس متكاتفة جدا وبعدين نادي الأهلي كان هي أسرة كبيرة نادي الأهلي ده أسرة تخش نادي الأهلي تلاقي في الدكاترة وتلاقي في العباقيرة وتلاقي في الأدباء والممثلين وتلاقي في مجتمع متكامل والمحاميين والمغنيين فطبعا يعني الحياة في مصر أصبحت بالنسبة لي لا يمكن استغنعنا لكن أسرة كلها كلها ما فيش أي قريب لي من السودان في مصر غير مراتي ومراتي مصرية خلي بالك يعني أنا ما ليش قريب في مصر خالي شوف السنين دي كلها عايد لا يوجد لي ولا عم ولا خال ولا خالة ولا أخت ولا أخ ولا أي حد وأنا عايش هنا الوحدي إلا أنت زوجت وعدت في مصر خلي بالك جوزت مصرية ورفضت أطلع أشتغل في السعودية ولا في الخليل ولا أدرب ولا هذا المجتمع هي مجتمع يعني أنا لا يمكن أدر أفصفه لك ياسا إيه المشاعر الرائعة دي يعني ما ده الواقع لأن أنا 42 سنة هو أعيد معكم لا يعني حسستيني أن إحنا إذا كانت بتحصل شوية ساعات كده أمس بيننا وبين بعضينا كمصرين وسودانيين بس في الحقيقة أنه الروابط قوية بشكل ما ينفعش خالص حد يدخل بنا بجد أنا أنا روحت أدفو وروحت أسوان كأن يعيد في الخرطون بحري بلدي اللي بيأكلوا الواقع بيعودوا في العنجريب كل ده حرفهم طبعا الناس خلي بالك وبيعودوا بقى الأفراح والجيرتك ولا يحطوا الحاجات اللي في الرأس بالبسوة والفرق يعني بص إيش تفجوا لقيت أن السودان ده لا يتجزأ الشمال السوداني مع الجنوب المصري لا يتجزأ حتى في كل حاجة تفاصيلها فبالتالي لا يمكن تقدر التفصيل عايز تفصيل النوبة عايز تفصيل النوبة أو تفصيل جنوب مصر هتفصيل السودان لأنه ده فبالتالي أنا بقول يعني مهما تحصل الأماصة أو حصلت مشكلة سياسية وحصل خمسة مليون سوداني عايشين في مصر خمسة مليون سوداني والآن في مصريين في سودان يعدوا المليون أصبحت دلوقتي فيه ماينفعش خلاص انتهت أصبحت من الصهوة إنكتداري الحكومات بقى والحاجات الصراعات السياسية دي بتتغير مع تغير الأجواء وكده لكن المجتمع السوداني لا يفرض التاريخ والطبيعة بيفرضوا نفسهم طبعا تأكيد ماينفعش ما أنا مقدرش عادي أختي استحالة حتى ممكن تقصر منها تقصر ديها كده بتاعه خلاص بس دلوقتي أنا بيقول إنه حقيقة إنه الشعب السوداني والشعب المصري برغم إنه أيام الحكومة الإنجليزي كان في مشاكل نتيجة إنه كان عايزين يفرقه وحصلت برضو حكاية الاستعمار اللي هو السبار الإنجليزي المصري عارفه ودخل السودان وكده من الوقت دي كانت حصلت بعد والمهدية طبعا أنا أحكي لك تاريخ بس صعب حاجات دي خلقت نوع من الإيه إنه في حساسية مطلقة ولكن الحساسية دي لا يمكن تخش في النفوس فولس مش حقيقية مش في الجدور فبتالي حضرتك أنا عايشها أنا عايش مع المصري وعايش مع السوداني وأنا سوداني وعايش مع مصري فحاسس إنه السودان ومصر هي شعبين قل ما تلاقيهم متقابلين كده أو متفاهمين حتى يعني البرنامج حضرتك اللي كنت بسجلي دلوقتي مع أستاذ سعيد يعني شو بقى دي يعني كان يعني عايش في مصر وإزاي بدأ ما فيش فرق خالب ما فيش فرق وانتج أفلام مصرية وكان عايز يروح وش نفس الشربات ونفس خفة الدم ونفس الطعامة ونفس الطعامة ونفس خفة الدم ونفس اللازازة مرسية جدا مرسية سودان عملت دينا هدايا جميلة طول العمر كابتن شطك جميل الله يخليه والبرنامج ده ربط السودانين مع بعض حقيقة وأنا عابلتهم عابلت لأخوة كلهم يعني الحمد لله أنك أنت فكرت في هذا البرنامج يعني هي برنامج حيتشاف في السودان وهيتشاف في الخليج وهيتشاف في كل الدول العربية حيوري قد إيه هذا البرنامج ربط الحمد لله يا رب يا رب وده بيزود برضو من شعبيتك ويزود من صاحبت السعادة يا حبيبي يا حبيبي يا كابتن شطك ونبي انت نورتني جدا 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 شكرا جزيلا جزيلا جزيلا